وسائل التعذيب الوحشية التي تمارسها ميليشيا الحوث الإرهابية بحق السجينات القابعة في معتقلاتها ظلماً يبدو أنها ستجرهن للانتحار هرباً من الممارسات الحوثية والانتهاكات التي يتعرضن لها كل يوم ومنها إقدام عائشة المطار على الانتحار عقب تعرضها لتعذيباً شديداً من قبل إدارة السجن المكتمة لمصير السجينة وفق تأكيدات أقاربها وأمام صمت المنظمات الإنسانية والحقوقية يكتض قسم النساء في الإصلاحية المركزية بمئة السجينات التي واجهنا شدة صنوف التعذيب والترهيب فيما تخفي الميليشيات الحوثية العشرات منهن في معتقلات سرية بحسب تقارير أممية وحقوقية وسط دعوات إنسانية وحقوقية للمنظمات الدولية لزيارة هذا السجن وغيره من الزنازين الحوثية والاطلاع على وضع السجينات بمراكز التوقيف وخلان أغسطس الماضي كشف تقرير لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن أن عدد النساء المعتقلات في سجون الميليشيات الحوثية تجاوز 1800 امرأة حيث تم تسجيل 311 حالة إخفاء قصري و614 معتقلة من الناشطات الحقوقية والقطاع التربوي ووثق التقرير عددا من حالات الانتحار في سجون الميليشيات التي ترتق لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأوضحت الدراسة بالأرقام مدى حجم العنف الذي تعرضت له المرأة اليمنية منذ بداية الصراع في البلاد مما أدى إلى مقتل 1691 امرأة وإصابة 3655 امرأة واختطاف 157 من قبل ميليشيا الحوثي التي أصدرت 193 حكما غير قانونيا ضد النساء بتهم واهية وملفقة منها التجسس والحرب الناعمة حسب زعمها ورغم المطالبات المتواصلة لمجلس حقوق الإنسان في جينيف لميليشيا الحوثي بالإفراج عن جميع النساء المعتقلات في السجون الرسمية والسرية والمحتجزات في أقسام الشرطة والبحث الجنائي والأمن السياسي بصنع وعدد من المناطق والإفراج عن المخفيات قصرا غير أن كل تلك المطالبات والدعوات رمت بها الميليشيات عرض الحائط مواصلة عنفها ضد المرأة